لفعاليات بطولة دبي دولية لكرة السلة في اليوم الثاني الخاسران يلتقيان الآن في مباراة مهمة جدا المتخم المصري يلتقي مع ميتي سبورت الفلبيني في واحدة من اللقاءات الجميلة والرائعة فعلا نتمنى أن نشهد مباراة كبيرة جدا كما كانت المباراة السابقة بين الهومانتوين وأيضا الرياضي في واحدة من روائع كرة السلة هنا في دبي في دارة الدنيا في دورة الإمارات البطولة الخالدة حقيقة للعام الثامن والعشرين على التوالي ملامسة إلى خارج الملعب عموما نذكر تشكيلة المنتخب المصري أحمد هشام عمر الجندي مصطفى رمضان سيف سمير أو سيف الدين سمير إبراهيم رجب بسيوني يوسف بوشيش عشوشة رامي مرسي معتز عكاشة كريمة دهشان عمر عرابي وحمد فتحي أبو الريش اللعب الأطول في هذه البطولة من 24 مايتي سبورت رفنا دومينيك ماك غيور جوسف مانويل جون أنتال تيرون تانك أيضا ماركو ستوتي ويلي ميلر ريان أرانا شوف السرعة لان برافو أحمد هشام إلى وين إلى الجندي إلى الجندي ولكنه جندي معلوم وليس جندي مجهول حلو اللعبة يا سلام المتابعة الرائعة تسجل أبرافو والله أبرافو بطريقة إبراهيم رجل أبرافو يا رجل أبرافو يا رجل شوف عطا بطريقة جميلة ودخول فني رائع من إبراهيم أبرافو يا أبو خليل تعود الكرة واحدة من الثلاثيات إذا مشت الثلاثيات رح يسبب الفريق الفلبيني صداع كبير جدا في جميل هذه حقيقة مايتي سبورت بخسرة أمام أيضا جمعية سلا ب83 مقابل 75 في حين المنتخب المصري خسرة أمام الرياضي بتسعة وتسعين لاثنين وسبعين أبرافو أمام جدا هنا طبعا مع المنتخب المصري الإسباني أخوان أورينغا المدرب القدير حقيقة والذي قاد المنتخب المصري إلى البطولة العربية عندما فاز على المغرب حلوة بداية رائعة وجميلة أبرافو يا الجندي عمر الجندي إذن أولى ثلاثيات أو خمسة لصفر بداية رائعة بداية رائعة للأبيض المصري للمنتخب المصري العدوين تابع هنا هاشم تابت أيضا منيكا اللاعب الطويل حقيقة من 18 سنتي تحت السلة تسجل بطريقة جميلة بداية تحرك الجمهور لجمهور كل وجل الجمهور الموجود أيضا لمصلحة الفريق الفلبيني أخد هشام إذن نتابع خمسة لتنين مباراة متهيرة الجانب الدفاعي في مخاشر في القرية الماضية برابو لكن فيها خطأ فعلا فيها خطأ فعلا نذكر بأن المباراة تأتينا بثلاث صافرات يكون متعمد مروان جيكو رباح الجيم وأيضا حمدي غميسو والمراقب هذه المباراة حمد رشا حمد رشا أنا إبراهيم رجب أو إبراهيم بسيوني ما تسجلت ما تسجلت على برتين أبدا من إبراهيم خمسة لثلين الحيازة أيضا لمصلحة المتخب المصري خطأ متعمد في الكرة الماضية العود إلى أحمد هشام دفاعيا إلى الآن نجاح كبير جدا يا السلام على برتين برافو للجندي برافو 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 عمر الجندي رائع جدا مرعا يمين مرعا الشمال يعودوا يتابعه هشيم يسجل يا السلام حلوة المباراة خلاص حلوة المباراة خلاص إذن ثمانيا لأربعة بداية ولا أرواع بداية ولا أجمل تابع عمر عرابي الآن موجود عمر عرابي تحت السلة المحاولة خطأ موجود تحت السلة المحاولة خطأ موجود عمر عرابي الآن يقدم مباراة كبيرة جدا بالرغم من الخسرها من جمعية سنة لسجل 25 نقطة بالأمس في مباراة كرة رائعة وجميلة عودوا انتابع لطريقة جميلة جدا مدهي شام إلى إبراهيم رجل حلوة مدهي شامل مدهي شامل لعبة حلوة ثلاثية بلقى برابو يا بلقى برابو يا بلقى السلام كرة رائعة جدا بداية يتحرك بشكل ملفت للغاية تسعة لثمانية شوف سبح بخاطر مسجلة للفريق الفلبيني أحمد شامل قعود افتح في السلة أبداً فلابس أوه يعاني المنتخب المصري في البداع يعاني المنتخب المصري في البداع سعر في مان أول الأربع دي شارلز تيو شارلز تيو شوف السرعة الآن في الاتقال في السفر تيو حلوة راحت الله الله حلقت عليه بتعود براونلي إلى هاشم تابت أخبار البداية ختالة المباراة كارل مباراة براس كريس رايان أرانا إليك ريستوفر تيو شوف الثلاثيات كنت لك إذا اشتغلت الثلاثيات راح يسبب صداع كبير جداً وفيها ماشي فيها ووك فيها ووك ساعة ثباني المنتخب المصري الذي خسر أماب الرياضي في مباراة كانت مثيرة جداً ولكن الرياضي للمباراة الثانية على التوالي هو من يتصدر هو وسل المغربي مبارتين فوزين متتاليين أكيد الفوز اليوم اللي سجل طبعاً سل المغربي فارقوس سل في خطأ برافو شيف سمير شيف الدين سمير إذن تو ثري ثرو إذن تسعة لتسعة تسعة لتسعة ميتي سبورت ممثل لسماء لشركة سماء وأيضاً منتخب مصر لأندوان نحن نتابع شوف مضغوط عليه المنتخب المصري يغير من نهج والنسق الدفاعي حلو برافو حلو يا السلام رفينا شوف التمرير أساس على مستوى عالي جداً 11 لتسعة مباراة مثيرة للغاية إلى الآن المنتخب المصري رح يعاني بهذه الطريقة برافو أبداً الملابسة والاستعوان وكل مايتي سبورت إلى الآن عمر عربي ماستلم من ناريخ المناسبة أبداً كرة أحمد هشام المنتخب المصري بطل العرب 12 مرة وبطل أفريقيا خمس مرات هنا ويلي ميلر ويلي هيا رفينا لعبة التلاثيات يا ساتر ما مشاش تعود هو أبداً صاحب الخمسة وعشرين نقطة في المباراة الماضية لعيف براون لي هذا براون لي هذا برافو والله برافو 13 لتسعة 13 لتسعة بدي سيطر على المباراة الحود أحمد هشام سامير برافو يا سامير برافو يا سامير برافو يا سامير لتسعة 14 لتنعيش لدينا عودة هو لحشام تيو لتدرب الشاب على الأسهر لتدربين على رضيان بطولة في جلبية لطورة السلة الغاون في عام المبراء الكبيرة في الأمس واليوم رح يمارس ربس الدور لعب مبيز للغاية عدنا إلى جون أنتال شوف السرعة إلى بشوشة يوسف اللمسة الأخيرة ولبصل حد مايتي سبو الفريق الفلبيني طبعا يستطيع أن يشعر الصالة إذا ما بده يتقد أي جمهور رائع حقيقة الجمهور الفلبيني العاشق تماما لكل سلة كما هو الحال بالنسبة للأمريكان أي اللعبة الأساسية واللعبة الأولى حلوة تحت السلة التمريرة ما أحلاها وهنا هاشم تبت هنا هاشم تبت التنزاني مترينة 18 سنتي لعب مميز للغاية مميز للغاية العدو التابع رامي مرسي ألات إلى أحمد هشام يعني تشكيلة كاملة من المتخم المصري غير متواجدة من خلال أيضاً أعيال إجنيدي شريف رامي شوف الكرة الماضي والمحاول الأخيرة ورفينا ورفينا المبيز حقيقة رفينا كبر رفينا كبر 15-12 إلى الآن فريق الأزرق هو المسيطر برابو يا السلام تعود المتخم البصري أبو شوشة سمير الدين ما تسجلت تعود اللمسة الأخيرة وين أيضاً الملابس الأخير من مين من رامي مرسي من رامي مرسي برابو بخيرة أوه اللعب الأطول في البطولة 22-24 سنتي حمد فتحي أبو الريش كان لعباً للهندبول على فكرة كان لعباً للهندبول يحتاج لي عمل كبير جداً للاعتماد عليه أوه ما تسجلت تحت السلة تعود سريعة يحتاج إلى عمل على مستوى السرعة أيضاً لنفطيء للغاية عموماً ولكن راح يكون مكسب كبير راح يكون مكسب كبير مصطفى رمضان الآن إلى رامي مرسي حلوة يلعيب يا مصطفى برابو للثلاثية الحلوة أربع ثلاثيات للمنتخب المصري إلى الآن حلوة 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 نعود تحت السلة ما تسجل يعود رجل أو حمدي فتحي شوف السرعة سرعة 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 لمعتز عكاشا يا السلام على المتابعة برابو والله برابو يا حمد إذا بدأ يتقدم المنتخب المصري بيدي يتقدم المنتخب المصري تيلر ميلر خطأ خطأ على مستوى التامري آخر دقيقة 41 ثانية سفا تاش لخم ستاش مشاهدي الكرام المنتخب المصري في شوط متقلب أو كورتر متقلب على الآخر مرة للمنتخب المصري ومرة لمايتي سبورت الفلبيني والآن يعود للمنتخب المصري ويفش مشوشة إلى معتزع كاش حلوة شوف السرعة شوف سرعة الانتقال الله دمريرة ربنا ولا أرواح أسست ولا أرواح شوف شوف بطريقة جميلة والتعادل سبعة عشر لسبعة عشر يتعب حاضرة على عرضية صالة مكتوم بن محمداء المكتوم هنا في اليوم الثاني لبطولة بيت دولية حلوة يا سلام يا مصطفى يسلم بطريقة جميلة تسجل تسجل هذا رامي سلام يا رامي سلام يا رامي ويلي ميلر إلى ماركوس دوتي بطريقة جميلة بطريقة جميلة بطريقة جميلة حلوة الله المتابعة ما مشيت معك يا حمل لعب الأطول قوي جداً عن تسوي الدفاع على مستوى المتابعات أوبس ديفس حلوة جون أنتل مرحب المريخ الجليل والثلاثية رائعة رائعة تكتب ميتي سبورت مرحب المتابعة مرحب المتابعة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر 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 ترجمة 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 نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 هذا دومانسي قنقر 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 بها فريفلور بجل سبعة واردعين وضبقى سبع ثوع يستطيع المنقر المصري أن يسجل في سبع ثوع إما ثلاثية وإما ثلاثية 13 لقطة يسجل وللا هاشيم تابت هذا لعب 18 سنتي لعب تنزاني سجلها برافو سبع ثواني إلى معتاج عكاشا يحاول فيها خطأ فعلا ثلاث ثواني شوفها لعبة ميلر برافو يا ميلر يعرف تماما عبو مثل ثواني متباقية إلى معتاج معتاج كيف ستصرف المنتخب المصري في الثلاثة رمضان ربيا مصطفى راحت عليك راحت عليك إذن يتعي حيوار الكوارتر الثالث مشاهدي الكرام 15 عشر رقبة مشجلة للمتخم المصري في هذا لكوارتر مقابل أيضا 15 عشر رقبة مشجلة مشاهدينا الكرام للمتخم المصري للمتخم المصري المتخمي موسيقى اشتركوا في القناة 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 لمعتز عكاش 22 نقطة حتى في هذه المباراة على فكرة ولم يرتكب أي خطأ وليم العم حلوة راذينا لا تمشي لاعب براون لي لاعب لاعب فعلا لاعب على المسارة على جد 66-56 فارق العشر نقاط دخلنا في آخر 8 دقائق آخر 8 دقائق مباراة خاية في الإثارة لمعتز رامي مرسي إلى الجمال شوف ميلار راذينا رح يعمل حركة لاعب لاعب كالفية يا السلام يا السلام بدي حركة الصالة بدي حركة الصالة فارق وصل مشاهدين الكرام إلى تبنقات رامي مرسي إلى مصطفى تسليم لا يستغل أبداً حمد حمد فتحي لا يستغل برافو شوف براون لي براون لي لعب هي بداية عودة بايت سبورت هل يتدخل ويطلب وقت مستقطع أخوان أورينغا أخوان أورينغا على المدينة من إسباني بارك ست نقاط نعود انتظ رامي مرسي ويم في خطب أي نظام معترض تجعل فكرة سجل أربع قلفية عامل مبارا كبير عامل مبارا كبير ومجبل أوحد لدي المباراة عكاب الاحترام لكل الموجودين على أرضية الملعب سبعة وستين راح يسجل أيضا ثمانية وستين ويصل لرصيد الشخصي أربع وعشرين نقطة يسجل ما عنده مشكلة للصبح ممكن يسجل العود لي براون لي جيرون تينك ما زالت بلقة بلقة يلعب يلعب اوه الكرة الأخيرة عرابي وين برافو ردنا تسجل حلوة المباراة حلوة 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 المباراة يا السلام نعود لمعتز برافو يا معتز برافو 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 69-62 69-62 7 نقاط ويكونون 8 نقاط في وجود عكاش 6 دقائق المتبقي بالعمر المباراة عمر لسه المباراة ونتيجة المباراة على أرضية الملعب 6 دقائق بدا الجمهور يهتف بدا الجمهور يهتف يسجل برافو 26 نقطة لمعتز عكاش عبوما لي رفنا أبو صانع ألعاب وأحلام أيضا شوف إلى براون لي مميز لعيب 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 وإن كان غايم في مباراة اليوم لكن عندما يظهر هو من يستطيع أن يعمل الفارق لفارق بايتي سبورت مباراة حلوة عمر الجندي عمر الجندي تاج شوف حلوة تمشي ما تمشي تعود أيضا إلى عكاشة يساتر فيها خطأ وثلاث رميات ثلاث رميات من التنزاني حاشم تابت حاشم تابت ثلاث رميات خريف رو لعمر الجندي راح يستفيد خسارة ميتي سبورت الفلبيني مشاهدين الكرام أمام جمعية سلة ثلاث وثمانية خمس وسبعين يسجل ما عنده مشكلة ما عنده مشكلة في تزيين في ثرو في حين متخب المصري خسر أمام رياضي تسعة وتسعين لاثنين وسبعين غدا مباراة صدرت هذه البطولة في اليوم الثالث إلى السنة المغربي ورياضي اللبناني في تمام السابعة انتظروها مباراة كل مثيرا للغاية العدو التابع عموما سبعين وسبعين واربع وستين فالكم النقاط هذا براون لي شوف مميز يا لعي خد فيها خطأ خد فيها خطأ ورميتي ورميتي العمر الجندي ثالث اخطاء لا البر هذه على عمر عرام على عمر عرام مسحة الأرضية مهم جدا سلامة اللاعبين من الأولويات فعلا براولي براولي جاستن دونتا يسجل براولي براولي تتسبب براولي يسلم إلى رامي تحت السلة عرابي برافو يا السلام على اللفة الحلوة يا السلام على المهارة تحت السلة وليان قوي جدا به عمر عرابي إلى مكجور سجل ولا لا ثلاثية برافو يا بلغا برافو يا بلغا داء مميز للغاية ثمن ثلاثيات ليه مصلحة بايكي ستور ثمن ثلاثية ثلاثية المتخب المصري اللي تخلى تماما عن هذا السلاح يعود للعب من الداخل حلوة حلوة وين الكرة ما زالت آل حيازة المتخب المصري عمر عرابي يتعرض لطبع رقابة لصيخة الجميل أيضا دوميلي قانيقيور ما قيور هذه مهمة هذه الكرة مهمة يعني يسجل للمتخب المصري وإلا ستشتعل الصالة بعد قليل أربع دقائق وخمس ثواني عمر طويل عمر طويل شوف إلى الجندي راح أتعليك لمصعد مايتي سبورت أربعة وسبعين ثماني وستين بدأ الجمهورية يتحرك فارق ست نقاط قابل ليه ينزل الفارق مايتي سبورت خصوصا مع براون براون ليه المبيز بلغا بلغا شوف حاول فيها راح أتعليك تسرع بلغا برافو يا السلام ما تسجلت يعود بلغا إلى باكيور ضيق الفارق حلوة ما تسجلت يلعب بطريقة فردية غريبة شوية مايتي سبورت يلعب بطريقة فردية في اللحظات اللي يحتاج إلى التسجيل تسجيل عكاشا 26 نقاط النجم الرائع فعلا على كل المستوات هذه المباراة واحدة من أجم المباراة حقيقة شوف هو معتاز ما مشاهد عدوا اللهم سوين الكرة لمصلحة مايتي خطأ الأخير على الخطأ الأخير على كريم الدهشان حلوة ليه ما تسجلت تحت السلة مشكلة لماركوس دوتيت السجل حاول سجل بعد شوف الخطأ سجل ولا لا سجلت ورامية 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 الفرق إلى ثمان نقاط هذه المباراة الأخيرة آه وفو على حراس كبير جدا عمر الجندي هو البطل فعلا بطل لقطة الماضية اشترك 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر